موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين وعن آل بيت الطيبين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته إنه أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأولياءك العارفين إنك أنت الفتاح العليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأخوة الأكارم أيها الأخوات الطيبات ونحن نلتقي معكم من خلال قناتكم قناة سامراء الفضائية ومن خلال برنامجكم برنامج الرؤى والحياة وكالمعتاد أن نتناول في الدقاق الأولى من كل حلقة بعض المفردات فنتكلم عن تفسيرها ونفصل في تعبيرها ثم بعد ذلك نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة مرحبا بكم من جديد من المفردات المهمة التي وددت أن أتكلم عنها في هذه الحلقة ومسبقا أقدم الاعتذار للأخوة الذين اتصلوا في الحلقة الماضية ولم يتسع الوقت للإجابة على رؤاهم أيضا أذكر بهذا من ظن المفردات التي نريد أن نتكلم عن تفسيرها وتعبيرها ويهمنا ذلك هي يعني ورود اللحوم في الرؤية بصورة عامة ماذا يعني؟ اللحم سواء كان طازجا سواء كان نيئا أو كان مقليا أو كان مطبوخا أو كان مشويا اشتريته أو بعته وجدته يعني أهدي إليك أهديته لغيرك لا شك أن لها في مجال التفسير والتعبير يعني أسرار وأخبار كثيرة سنتناول بعضها في هذه الدقائق القليلة من هذه الحلقة ثم نبدأ باستقبال اتصالاتكم اللحوم بعض المفسرين والمهتمين بمجال التعبير يقولون بصورة عامة اللحوم سواء كانت قليلة أو كثيرة مشوية أو مقلية أو مطبوخة دلالاتها إيجابية والبعض الآخر يفصل فيها تفصيلا ويؤصل لها تأصيلا مختلفا عن ذلك بين الخير والشر وبين سلبية وإيجابية إلى آخره على العموم اللحوم البعض يرى أنها هي عبارة عن أوجاع أو أسقام فمن اشتراها قد تحل عنده مصيبة واللحم الطريق قد يدل على موت أحد إلى آخر ذلك البعض يقول هكذا البعض يقول لا كل اللحوم بصورة عامة فيما يحل أكله من اللحوم كلحوم الإبل ولحوم البقر ولحوم الغنم ولحوم الماعز ولحوم الطيور أيضا على اعتبار أنه يستثنى منها ذات المخلب يعني المفترسة منها أما ما عداها كلحوم البط والإوز والدجاج والحمام وغيره فهي بصورة عامة دلالاتها طيبة وإيجابية لكن التفصيل في ذلك أفضل التفصيل في ذلك أفضل على اعتبار أن الرؤية يرد فيها من القراء ما يغير تفسيرها وينقلها من حال إلى حال ومن تفسير إلى تفسير ومن تعبير إلى تعبير فنختار التفصيل في ذلك والتأصيل أفضل من أن نعطي الشيء حكم واحد في الرؤية فلا شك أنه يختلف من شخص إلى آخر من زمان إلى آخر من مكان إلى آخر بل الشخص الواحد تختلف الرؤية في حقه وأن كانت رؤية واحدة إن رأاها في الليل أو في النهار في الصيف أو في الشتاء ويعني ترد معها قراء تنقل تفسيرها وتغير تعبيرها من حال إلى حال كما قلنا دخول اللحوم إلى البيت يعني حين تشتري لحما مثلا أو يهدى إليك لحم فترى في الرؤية أن في بيتك لحم كثير فهو إن شاء الله خير يأتي إلى هذه الدار وإلى أهل هذه الدار بحسب كمية اللحم فكلما كان كثيرا كلما كان الخير إن شاء الله كثيرا وكلما كان قليلا كلما كان الخير قليلا ويختلف في ذلك أيضا لحم الغنم عن لحم الماعز ولحم الماعز عن لحم الإبل ولحم الإبل عن لحم البقر كل له تفسير مستقل وله تعبير يختلف عن الآخر لكن على العموم أن ترى اللحم في بيتك في الرؤية بكثرة يدل على خير كثير ورزق وفير إن شاء الله يقدره الله عز وجل لك ولأهل بيتك لحم الإبل البعض يقول أنه عبارة عن مال يصيبه الإنسان وقد يكون أنه يصيبه من عدوه يعني من عدو له عدو له فيصيب منه مال إما أن يكون هذا المال غنيمة يغنمها من عدوه أو أن يكون يعني يبيع ويشتري فيشتري من عدوه شيئا فيربح أموال كثيرة المهم المصدر يكون عدوه أما لحم البقر فهو يدل على البعض يقول أنه يدل على المرض أو يدل على التعب لأنه الإنسان يعاني منه تعبا في هضمه فهو عسير الهضم أكثر من كثير من أنواع اللحوم الأخرى لحم البقر المشوي يقولون أنه عبارة عن أمان من الخوف وهذا طبعا يستدل به أو يستنبط من قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى أبينا الصلاة والسلام حين أكرم ضيوفه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون هو يعني كان خائفا فهم طمأنوه وقالوا له لا توجل وبشروه بغلام عليم وذبح لهم عجلا وشواه ثم قدمه إليهم فذكر القرآن كما في قول الله عز وجل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه فإذا لحموا البقر إذا جاء مشويا في الرؤية خصوصا إذا كان عجلا مشويا يعني بقرة مشوية أو عجل مشوي فإنه يدل على الأمان بعد الخوف يدل على الأمان بعد الخوف وإن كانت من رأت هذه الرؤية هي إمرأة فهو يدل على أنها إن كانت ذات حمل يدل على أنها إن شاء الله ستلد مولودا مباركا وقد يكون حامل علم شرعي يعني يكون طالب علم شرعي ويشتهر بالصلاح والتقوى والفلاح والله تعالى أعلم على غرار ما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام ومع زوجته وحين رزقه الله عز وجل ولدا بشره به الملائكة الذين قدم لهم الطعام فحين رأى أن أيديهم لا تصل إلى هذا الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة فجاءت البشارة فإذا لحم البقر مشويا خصوصا إذا كان كثيرا أو كان عجلا مشويا فإنه يدل على الأمان بعد الخوف وإن كان صاحب الرؤية عنده يعني زوجة حامل أو صاحبة الرؤية هي نفسها كانت حامل يعني تنتظر مولودا فهي إن شاء الله بشارة بولد صالح قد يكون من حملة العلم الشرعي وقد يكون ولدا صالحا تقيا مباركا والله تعالى أعلم اللحم أيضا أكل اللحوم عموما في الرؤية هو أمر جيد ما عدا أنيئ منها يعني غير المطبوخ أو المقلي أو المشوي مرأ أنه يأكل لحما مقليا أو مشويا أو مطبوخا كأن يكون لحم الإبل أو لحم البقر أو لحم الغنم أو لحم الماعز أو لحم الطيور فهذا دلالته في الغالب طيبة قد تدل على أرزاق قد تدل على خير كثير على مال وفير على بركة يعني من الله عز وجل على أرزاق فيها بركة إلى آخر ذلك لكن إذا رأى في الرؤية أنه يأكل لحما نيئا فهذا فيه دلالات سلبية قد يدل أكله على الغيبة قد يدل أكله على الغيبة لأن الله عز وجل قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكارهتموه فأكل اللحوم غير المطبوخة ولا المقلية ولا المشوية قد يدل على ماذا؟ على الغيبة معنا اتصال من صلاح الدين الأخت أم هيام تفضلي تفضلي يا أم هيام الشيخ نعم حلمت هاليوم أن حياة قومه ههمن علي نعم نعم حياة قومه وأخواني كتله ومنجتن وبعد يتحجي من علي نعم نعم يا أم هيام الشيخ نعم أود بهم حلمان أنه قمل صاير بسمه كله شنو صاير قمل؟ قمل قمل نعم قل لنا بذب بيتنا سمى النوغزات فوقها نعم شنو ذب؟ ذب السم حالة اسم سمى قل لنا نوغزات بالذب نعم شكرا شكرا عفوا أم هيام حضرتك شنو يعني مجال عملش ربة بيت يعني؟ اي مربة بيت ربة بيت نعم الحيات يعني قتلت وقسم وبقى قسم اي كتنا ومنجينو النوغ تحجي من علي زين كانوا بداخل بيتكم اي بيتنا شون التزامش الديني انتي يعني بالصلاة بقراءة القرآن بعموم العبادات اي زين والله التزامت جيد اي جيد نعم ماش الحال حضرتك ما متزوجة مو؟ بلا والله مزادة وعنك بفلة ما عدكم مشاكل بالبيت ان شاء الله بلا والله ويا زوجي ويا زوجيك؟ اي والله مستمرة الخلافات والمشاكل له مشكلة واحدة او مشكلتين كده اي والله يعني كتيرات منه اكثر شي يعني ساهم بحل هذه المشاكل؟ والديش يدخل له اخوانيش؟ اوالله والدي يدخل والديش اكثر شي؟ اي باب ماش خير ان شاء الله يا امي ايام تسمعيني الاجابة ان شاء الله يا مرحبا يا مرحبا معانا نورس من بابل الو تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا تفضلي اخوة نورس الحمد لله رب العالمين حياكم الله يا مرحبا رحمن شاء الله تفضلي نعم انت اول رؤية حلمة السمت بس السمت هواية حتى اقسردها بسمت سمك كثير نعم اي هواية سمت حتى من قومتها دي اقسردها سمت يعني خسر الايدي في السمت الشون اللي هي صابونا مهم والرؤية الثانية كان انا واختي هي تكمعة حذاء وانا قد حذاء الحذاء مارتي شوية مشلوعة وقلت لها نتبادل الآن يلتها تلا معا قد نتبادل الآن يلتها هذا مارتي وهذا مارتي شون نتبادل الآن يلتها ومش بطرق يعني بعيد يعني شون اللي رايحين للجارة اللي رايحين مدر وين نعم نعم شكرا ماشي اختنا ورس عفوا بالنسبة للسمك شفتي يعني بنهر بحر لو بالبيت لأ هو الشون اللي آني جايبت من البحر تجايبت من دهاء بس هواية يعني شون اللي متروف ترس البيت بس وين ما عندي وجه السمت يعني حتى يقوم بتقسيدايا السمت السمك كبير صغير لا بغير السمك نعم عفوا بالنسبة لحضرتش متزوجة أختنا ورس لا لا متزوجة من دائما نتصل عليك غير متزوجة أختك أختنا متزوجة وعندها جهال متزوجة وعندها جهال ماشي الحال تسمعين إجابة يا أختنا ورس يا مرحبا يا مرحبا نعم معنا أخونا أحمد من بغداد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا أخي أحمد حياك الله كيف حالك شيخ؟ الحمد لله رب العالمين حياكم الله تفضل أخي كريم شيخي دائما أحلم مسافر قطار أو سيارة أو ضيارة دائما تحلم بالسفر يعني؟ نعم قبل الأيام حنامة ابناني مصافر المولد للمسيочки النبو ف��وس صلى الله عليه وسلم نعم وبعد هذه المرة حنامة ابناني مصافر بالقطار رجاء الرسول رسول من السلام في الرؤية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية؟ نعم صلى الله عليه وسلم وasters وكيف حذهت من السلام ورسائصة السلام قال لي أنت شفتني لأنك تصلي علي صلى الله عليه وسلم نعم 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 أنت من المكثرين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخي أحمد نعم يعني جدت تقريبا بالنهار الصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا ألف أقال أكثر نعم سألا إن شاء الله تقبل منك هذه بشارة طيبة إن شاء الله يا أخون أحمد إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله جزاك الله خير يا مرحبا يا مرحبا معنا الأخة آمنة من بغداد تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أخت آمنة حياتي الله تفضلي شيخ أنا عندي حلم أحكيه نعم تفضلي أنا حلمت لأن الجو يتراب نعم كل شيء هواية نعم ورواق قوية نعم وطبّلت لبيت أنا وأمي لقيت بي مرة غريبة نعم لابسة دجداشة فصرا وزهدي لابسة بقل حرير عفو لابسة دجداشة أو بعد وحطة متياجة هواية نعم إذا هي جاية تريد تشوف وحدة من خواتي نعم نعم وطلعت بره هي تقول نعم نعم آمنة نعم قامت تحتويا وامة وخلص الحلم وعندي حلم آخر ماشي هل مرأة بالرؤية تعرفينها أنت أخة آمنة لا لأن أختي قالت لي أنا أختي قالت لي هاية زوجة عمي وأنا قلت لها لأ هذه واحدة من قرايبها نعم قلت لها زوجة عمي ومو أرملة لا تحظي عن متياجة تلبسي شيء نعم بعد رؤية ثانية وعندي حلم آخر شيخ أحتيه نعم تفضلي أختي أمي شيخ لان أنا قادة قطع بالعزين ولقيت به فضلات ما الفار نعم اي وعندي حلم آخر أمي حلمتها أحتيه ماشي ماشي تفضلي نعم شيخ لان أمي راحت المكان في السوق ولقيت هناك ناس يتعقون بين أطفهم نعم وكان تحتي لهم واحد يسب بالآخر حتيت لهم الحديث من يحو السلم نعم قالت لهم أن يحو السلم نهى أنه واحد يسب أبا نعم قالوا له بأس الرجل يسب أبا كيف يسب أبا يا رسول الله قال يسب الرجل والرجل الأخر يسب في سبب أبا نعم 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 يا نعم أخت آمن هذا هو الحلم بالنسبة لل يا أخت آمنة الوالد على قيد الحياة الوالد أي حمد الله زين شنو مجال عمله موظف حارس حارس نعم نعم يعني هو موظف على الحكومة له قطاع خاص يعني الحكومة الحكومة نعم بعد شنو أكو أحد من أخوانك يشتغل بالبيت يعني يوفر الدخل مع الوالد لا ماكو أحد ماش الحال خير إن شاء الله تسمعين الإجابة يا أخت آمن يا مرحبا حياكونا نعم معنا اتصال أخت أم عبد الله من سام الرأة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أم عبد الله حياة الله تفضلي الله يسلمك بارك الله بك نحن نشكرك يا أخي على هذا البرنامج الله يبارك والله علي دي تلمرة تتحدث بك من وراء ابني أسماء أمار بيت وجه أبي بل حلم كل مرة يتبلي لأك اليوم قلت لك على هذا السلم بس ما شكنا الإعادة لأنت طافك تاربا وأريدكم يعني تعيدون يا ساني يعني هيتشان هو عصب علينا ويصيح وغادت كل ما نشوفه بالحلم يعني 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 وجه أبيض وهدومة يعني زينات بير ويعني الحمد لله يعني كل ما نشوفه يصلي بس في الحالي هسته ما يصلي هو عمره 11 سنة نعم عمره 19 اي وما يصرق وهذا يعني أصب نوباتي صيح نوباتي بس بالحلم نشوفه كل تزيق يعني كل ما نشوفه يصلي وجهه أبيض وحلو نعم الحمد لله نسأل الله ان شاء الله يهديه ويثبته يا أختنا معبد الله تسمعين الإجابة ان شاء الله تسمعينها ان شاء الله آمين أخوي عندي حلم لأخر إذا أقصت لحمه ماشي تفضل يا معبد الله نعم عندي مرض حماية قبل يومي نعم نعم بيوت مكسرة وتعاثير يعني التأتور وعجي واحد من يومها يعني هدومه بي وليله هي يعني يتمشي من يومها وطخها فقالت لأفو أخي لا تطخني أنا مريم الزوجة فتمشي تركب بحي ووراها وليد يمشي وراها وليد يعني يمشي وراها نعم هي حاليا معد يعني زوجة من الزمان صار يمكن 15 سنة بس معد أطفال يعني هذا الولد يمشي وراها الولد وتعاثير تشكو يعني حائط واقع يمشي تأثور جهر البيض الطويل ووقف يمها بخها فقالت لأخوي أرضم نلطق 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 من الزوجة نعم نعم ماشي إن شاء الله بارك الله إن شاء الله خير تسمعين تسمعين الإجابة يا عبد الله يا مرحبا معنا الأخة منور من الناصرية وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا أخة منور حياكم الله تفضلي شيخنا عندي روية ماشي تفضل حياكم الله نعم شيخنا أول رأي أي تكتب صورة يارتين نعم والله أي أول أو ثانية نعم الصورة قاعدت أمشان وأبني وأبني نعم أي شعرت أحد زمن رجال لاعس ملاعس حلوة نعم أي أم أثمر سمارة كلش حلو نعم أي ثم بعدين قلت لأنت شو تقول له يا الله يا رحمة نعم قلت لأفلان بلسلان قانا أنا قرائبة نعم أي ثم بعدين قمت أبتي نعم بعدين من قمت أبتي أنا هو الحق بالعلي نعم بعدين قلت قلت شعر ما يتأخذني هو حرام يتأخذني نعم 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 من قلت قلت لأسي لأم تشبه أبو يا الله يا رحمة نعم نعم الوالد متوفى يا أخد أم نور نعم متوفى نعم أم نور يا أخد شخنا نعم 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 ممكن ديوت هي تشعر ديوت وشون يدد علينا هذا التمر يسمونه دياري شنو عفوين دياري ديار ربق تمر دياري يسمونه نعم تمر هذا الخرار دياري يعني عندكم تمر لا لا ما أعزنا نتمر بسخنا شون بيته ماشي نعتذر من الأخ ممكن يتعاود الاتصال معنا اتصال من الأخ حاتم من صلاح الدين تفضل أبو عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا أخي أبو عبد الله حياك الله شوالك شيخ الحمد لله رب العالمين حياكم الله تفضل أخي العزيز أنا أنا أعزم الفجر أفش يوطلح الجامعة الفجر نعم شيخي نعم تسمعني شيخي أسمعك أخي نعم تفضل أبو عبد الله نعم فأطلع الفجر فأنت ولد ويا حتى بعد شاب أمروخ 16 سنة يشوفني بره يوميا أروح آنيا للمدينة لابس أخبر نوبا أبيض نوبا آزم بالمدينة ويشوفني بجع يوميا 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 زياني شوفني نعم لا يشوفني فأنت هو يشوفني أنا يشوف أحد يشوفك عفوا تروح للمسجد النبوي يعني يوميا أروح أخذ من البيض ويطلع نعم يعني قصدي بالرؤية هو بالرؤية يشوفك تروح صلي بالمسجد النبوي أجي أخذ وأروح على المدينة على المدينة وبعد شنو الشخص اللي وراك شنو نعم نعم ما يقولي شخص يجي يلزمك من ورا يلزمك يلزمك لا تنسانا من دعاك إن شاء الله حياك الله تسمع الإجابة إن شاء الله يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أخي الكريم نعم معنا اتصال ونجاوب نعم أخوانا الكرام لأن وردتنا يعني أعداد كافية من الرؤى في هذه الحلقة نجيب عليها إن شاء الله ثم بعد ذلك إن بقي متسع من الوقت نستقبل اتصالات نستأذنكم بفاصل ثم نعود إليكم فانتظرونا بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد أخوانا الكرام وردتنا مجموعة من الرؤى نقوم بتفسيرها وتعبيرها إن شاء الله مستعيني نبي الله عز وجل ونبقي عندنا متسع من الوقت نستقبل اتصالات أخرى ولم يبقى متسع إن شاء الله نلتقي لقات أخرى نقدر الله عز وجل ويسر كان معنا اتصال الأول للأخت أم هيام الأخت أم هيام من صلاح الدين ذكرت أنها في الرؤية رأت أن هناك حيات كثيرة هجمت عليهم يعني إلى بيتهم أو هجموا عليها هي تحديدا على الأخت أم هيام وكان أخوانها موجودين فقاموا بقتلها لكن مع ذلك بقيت منها حيات أخرى علما أن الأخت أم هيام متزوجة وعندها أولاد وعندها مشاكل مع زوجها عندها مشاكل مع زوجها أقول يا أختنا أم هيام والله تعالى أعلم يعني الحياة التي رأيتيها في الرؤية هي تعبر عن المشاكل عن المشاكل لأن الحياة بسرعة ما هي تعبر عن عدو قد يكون هذا العدو نفس الإنسان وإعداء نفسك التي بين جنبيك عفوا أو الشيطان والله عز وجل قال عن الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو أو مثلا شياطين الإنس الله عز وجل قال شياطين الإنس والجني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة وقد هي تعبر عن العقبات يعني في طريق الإنسان المشاكل التي تعترض حياة الإنسان فهذه الحياة تعبر عن مشاكل التي تحصل بينك وبين زوجك لكن بتدخل الأهل ربما الوالد أبوك أو إخوانك مثلا يدخلون فيصلحون بينك وبين زوجك وتنتهي هذه المشاكل لكن ترجع تتجدد مرة أخرى والصواب أننا لا نعالج العرض وإنما نعالج المرض يعني مرات واحد عنده مرض في بطنه ويصير عنده عرض أنه يصير عنده صداع بسبب هذا المرض الذي في بطنه الطبيب الذكي ليس الذي يعالج صداع الرأس وإنما الذي يعالج يعني مرض البطن لأن صداع الرأس هو عرض ويعني ألم البطن هو مرض هكذا الحكمة تقتضي نفس الشيء في مشاكلنا بيناتنا بين الزوج وزوجته بين الأقارب بين الأرحام بين الجيران ينبغي أن نبحث عن يعني سبب هذه المشاكل سبب هذه الخلافات فنسعى إلى حله وإلى علاجه حتى تنتهي كل المشاكل أما أن نعالج هذه الأعراض ويبقى السبب الرئيسي موجود عند ذلك لا تحل المشكلة والله عز وجل جعل للزوج والزوجة يعني خيارات كثيرة في قضية إصلاح المشاكل بينهم من بينها أن المرأة تعالج نشوز زوجها والزوج يعالج نشوز زوجته فالزوج يعالج نشوز الزوجة واللات تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا والمرأة تعالج نشوز زوجها حين تخاف من ظلمه وتعديه على حقوقها وإن مرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بعد ذلك إذا لم ينفع علاج الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها ممكن أن نسوي تدويل للقضية يعني نخرجها من دائرة الأسرة الواحدة من دائرة الزوج والزوجة إلى دائرة أوسع اللي هي دائرة أقارب الزوجة وأقارب الزوج فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وإذا تعذر ذلك فهناك حلول أخرى كثيرة لكن على العموم خلافاتنا الأسرية كثير من الأحيان هي خلافات ربما مادية أو في قضية الحقوق والواجبات أو في فهم نفسيات الزوجة أو في فهم نفسيات الزوجة قليل اليوم ما تكون الخلافات بين الزوج والزوجة هي خلافات عقدية أو خلافات فكرية أو خلافات سلوكية بسبب الفرق بالدين أو بالمنهج أو بالمذهب أو غير ذلك قليل يعني لكن مع ذلك أخذنا أم هيام استعيني بالله عز وجل ثم بالوالد الطيب الله يحفظه وتفاهمي مع زوجك وحلوا المشاكل اللي بيناتكم حتى تستقيمي الحياة وتمشي ومع ذلك يعني كوني على قناعة ويقين أنه ما يكون حياة زوجية تخلو من المشاكل ولا يكون زوجة زوجة مصر بيناتهم مشاكل لكن القضية النسبية تختلف من الإنسان إلى آخر ونسأل الله أن يقدر لكم الخير حيث كان والله أعلم القامل يعني الله عز وجل ذكر القمل في القرآن الكريم أنه من ضمن الآيات التي ابتلى الله عز وجل بها بني إسرائيل فرؤية الإنسان لهذا في جسده قد يدل على داء في جسده أو على مرض في جسده أو يدل على أمر يبتليه الله عز وجل به وكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أنه من الأمم الماضية أن الله عز وجل يبتليهم بأمور من ضمنها أنه يبتلي بعضهم بالقمل في جسده حتى يعني يقتله القمل لكن مع ذلك يصبر فمن خلال الآية ومن خلال الحديث نستنتج يعني أن تفسير القمل في الرؤية التي تخص والدك يا أختنا أم هيام والله تعالى أعلم هو يدل على ابتلاء قد يقدر الله عز وجل له ابتلاء في جسده في ماله في بيته أين كان هذا الابتلاء فعليه أن يصبر فإن أجره عظيم أجره عظيم لأن الله عز وجل قال وَلَا نَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والإنسان يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه ونسأل الله أن يصبرنا وأن يرزقنا الصبر عند الضراء والشكر عند السراء حتى نلقاه وهو راض عننا والله أعلم كان معنا الأخة نورس من بابل تقول أنها رأت في الرؤية سمك كثير في بيتها كأنها جاءت به من البحر أو من مكان آخر حتى تحول كل شيء إلى سمك بل حتى الصابون التي أرادت أن تغسل بها يديها تحولت إلى سمك وكان هذا السمك صغارا السمك يعني بصورة عامة هو جاء ذكره في القرآن الكريم على أنه رزق على أن هذا السمك رزق فقليله رزق قليل وكثيره رزق كثير وصغيره رزق ربما محدود أو متواضع وكبيره رزق يعني كبير والله تعالى أعلم فإن شاء الله هي أرزاق يعني كثيرة وخيرات وفيرة يقدرها الله لكم يا أختنا نورس ونسأل الله أن أجعلنا وإياكم من عباده الشاكرين والله تعالى أعلم تقول أيضا في الرؤية أنها هي وأختها كان يسيران في طريق طويل وكانت هي تلبس حذاء واختها تلبس حذاء علما أن الأخت نورس غير متزوجة أما أختها متزوجة وكان حذاء الأخت نورس فيه يعني يعني شقوق بسيطة أو فيه ضرر بسيط فعرضت على أختها أن يتبادل أجلكم الله الأحذية لكنها رفضت قالت هذا حذائي ولك حذائك وكل واحدة منها تلبس حذاءها الحذاء أو الخوف قلنا أنه قد يدل على العمل أو الوظيفة أو المال وفي أحيان أخرى قد يكون حاله حال بقية الملابس أنه يدل على الستري أو يدل على التقوى أو يدل على الزواج كما نفسر ذلك فقد يعني تكون للأخت نورس أنه خيارات الزواج من متزوج أو من غير متزوج والله تعالى أعلم أنه تعرض عليها خيارات الزواج مثلا من رجل عنده زوجة أو أكثر يعني من أهل التعدد فيعرض عليه الزواج أو أنه يعرض عليها الزواج من شخص يعني غير متزوج أصلا أو أنه مطلق أو أرمل إلى آخر ذلك إن صح التعبير فهي في الخيار من ذلك تستخير الله عز وجل وتستشير ثم تقدم على ما ترى فيه خير والله عز وجل يوفقك يا أخت نورس ويقدر ويقدم لك الخير إن شاء الله حيث كان والله تعالى أعلم كان معنا الأخ أحمد من بغداد يقول كثيرا ما أرى في الرؤية أنني أسافر إما بالسيارة أو بالطيارة أو بالسفينة أو غيرها ورأيت في الرؤية أنني أسافر إلى المدينة المنورة وإلى المسجد النبوي تحديدا ورأيت في رؤية أنني أسافر بالقطار إلى المدينة المنورة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي أنت رأيتني لأنك تصلي علي صلى الله عليه وسلم وهذه رؤية طيبة يا أخونا أحمد نسأل الله أن يبشرك بكل خير وأن لا تنسانا من صالح دعائك الرؤية الأولى اللي هي عموما أنك ترى السفر السفر يدل على الإصفار أو يدل على الانتقال من حال إلى حال سواء كان السفر الاعتيادي من مدينة إلى مدينة من محافظة إلى محافظة من دولة إلى دولة أو يدل على انتقال الإنسان من حال إلى حال من حال إلى حال من الفقر إلى الغنى من المرض إلى الصحة من عدم الإنجاب إلى الإنجاب من عدم الوظيفة إلى الوظيفة أو أنه يدل خصوصا إذا كان في مجال العبادات أنك تكثر من الصلاة على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو يدل إن شاء الله على خيرات وبركات و درجات عاليات تترقى فيها ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و قد تكلمنا عن ذلك أنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أفرد الإمام بن القيم رحمه الله و غيره من العلماء أفرد لها كلاما مفصلا جليلا جميلا أن هناك عشرات الثمار عشرات الثمار التي نجنيها أو مئات الثمار التي نجنيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها أن الله يصلي علينا بصلاتنا على محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله يرد علينا السلام صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يصلون علينا بصلاتنا على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الملائكة علينا وصلاة الله عز وجل علينا يخرجنا الله بها من الظلمات إلى النور يرفعنا الله بها أعلى الدرجات يمحو عنا الله عز وجل بها الخطيئات يكتب الله عز وجل لنا بها الحسنات ففيها خيرات وبركات ودرجات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى فهذا السفر يدل على الانتقال من حال إلى حال فالإنسان إذا أراد أن ينتقل من درجة إلى درجة ومن مرتبة إلى مرتبة في مجال الإيمان في مجال العبادة في مجال الطاعة من ضمن السلالم التي يتسلقها أو الدرج الذي يرتقيه هو أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإكثارك من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دليل حبك له وإذا كنت صادقا في حبك أيها المسلم أو أيها المسلمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرك اعلم يا ثوبان أن المرأة يحشر مع من أحب أو الأعراب الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال متى الساعة؟ قال وماذا عددت لها؟ قال ما عددت لها من كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا سفرك بالقطار هو يدل على انتقالك من حال إلى حال وربما يقدر الله عز وجلك إن شاء الله أن تذهب إلى رحلة العمرة أو إلى الحج لكن هذا تفسير محدود الأوسع منه هو الانتقال من درجة إلى درجة ومرتبة إلى مرتبة ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق لأن الشيطان لا يتمثل به وهو في نفس الرؤية قال لك قال أنت رأيتني لأنك تصلي علي فنسأل الله أن يرزقنا وياك الصدق والإخلاص في القول والقصد والعمل وأن يجعلنا من المكثرين من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخونا أحمد تقربا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم أو ليلة ما يقارب ألف مرة هناك أناس يصلون مائة مرة مائتين خمسمائة ألف ألفين بعضهم يصل إلى حد العشرة آلاف أو أكثر أو أقل يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم الأخت آمنة من بغداد تقول رأيت الجو كأنه كان فيه غبار شديد وكان فيه ريح قوية دخلت البيت أنا وأمي وكانت هناك إمرأة غريبة تلبس ملابس معينة وتضع مكياج كأنها جاءت لتخطب واحدة من أخواتي وكنت أنا أقول هذه إمرأة من أقاربنا أختي تقول هذه زوجة عمي فقلت لها ليست زوجة عمي ثم خرجت خارج البيت تكلم أمي نقول يا أخوة آمنة جعلك الله من الآمنين إن شاء الله في الدنيا والآخرة يعني الغبار أو الريح القوية النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يرى غبارا أو يرى ريحا قوية يدخل ويخرج ويتغير لونه لأنه كان يقول يعني ما يؤمنني فقد عذب قوم بمثل هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ودائما ندعونا كل اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا لأن هناك أقوام من قبل يعني عذبهم الله أو أهلكهم الله عز وجل بالريح فهذه الرؤية يا أختنا آمنة يعني هي قد تدل على ظروف صعبة فيها كثير من الغموض فيها هموم فيها غموم فيها حزان تعيشين فيها أنت ربما خاصة أو الأسرة بصورة عامة لكن إن شاء الله يعني بوادر الانفراج موجودة واليسر دائما يأتي بعد العسر والفرج يأتي بعد الشدة والخير كثير والرب قادر ومقتدر وقدير وهو الذي يسر العسير إن شاء الله يعني تقول أن هذه المرأة دخلت علينا قد تكون هي فعلا مشروع خطوبة لك أو لأخواتك وقد تكون المرأة تعبر عن الدنيا أن الدنيا تدخل عليكم يأذن الله عز وجل لكم ببعض الخيرات وببعض الأرزاق فيكون من ضمنها إن شاء الله مشاريع الزواج ونسأل الله أن يسر لكم زواجا طيبا مباركا وأن يرزقكم أنت وأخواتك الزواج طيبين مباركين صالحين ناصحين اللهم آمين تقول أيضا رأت في الرؤية أنها تقطع العجين لكن كان مع العجين فضلات الفأر الفأر في الرؤية يدل على إنسان فاسق فضلاته قد تدل على ما يخرج من يديه من أموال لذلك سألت الأخت آمنة عن مصدر عملهم قالت الوالد يعمل حارس هي قد تعبر عن كلام للفساق يعني يكون في بيتكم أو بعض أموال الففساق تكون في بيتكم ليس بالضرورة أنكم تتعمدون ذلك لكن اليوم هذه الفتنة التي ما تركت بيتا عفوا إلا دخلته ولا خدا إلا لطمته ولا إنسانا إلا أوجعته يعني فتنة التقنيات الحديثة تلفزيون الستلايط القنوات الأنترنت المواقع فأصبح كثير من البيوت يعني يسمع فيها يعني كلام الشيطان والمعازف والقيان ولا يسمع فيها القرآن ولا يعبد فيها الرحمن بل عشعش وباضى وفرخ فيها الشيطان نسى الله العفو والعافية فإذن هي تذكير وتحذير لنا يا أخت آمنة ولكي ولجميع الأخو المشاهدين والمشاهدات أنه لا نترك مجالا لأهل الفسق والفجور أن يدخلوا بيوتنا بأنفسهم بأجسادهم ولا ببضاعتهم التافهة الرخيصة التي تكون سببا في دمار الدين والدنيا وفي هلاك العبد في دينه ودنياه وأخرى خصوصا الغناء أو الأفلام يعني الهابطة والتافهة المسلسلات الماجنة الرقص الغناء وغير ذلك والله تعالى أعلم ففيها تحذير على اعتبار أن الخبز هو عبارة عن أرزاق وهو مصدره العجين وجود يعني فضلات الفأر فيه يعني فيه إشارة ربما على شيء في الأرزاق أو شيء في البيت والله تعالى أعلم تقول أيضا كأن والدة رأت في الرؤية يعني أنها في سوق وكان في هذا السوق يعني خصومة بين أناس فكانت تذكرهم وتنهاهم عن السباب وتذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه أن يسب الرجل أباه فسئل عن ذلك كيف يسب الرجل أباه قال يسب أبا الرجل فيرد له السباب أو فيسب أباه أو كما قال عليه الصلاة والسلام السوق يدل على مكان فيه فتنة على اعتبار هو أكثر مواطن الغفلة التي لا يذكر فيها الله عز وجل إلا قليلة لذلك هو من شر البقاع على عكس المساجد المساجد من خير البقاع لأنها أكثر شيء يذكر فيها الله عز وجل يقرأ فيها القرآن يصلي فيها المسلم يدعو الله عز وجل يذكره في الليل والنهار لكن السوق على العكس من ذلك فهو قد يدل على مكان فيه فتنة أو أن أناس تكون بينهم فتنة فيكون بينهم سباب وشتام وغير ذلك فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر لكن قد يكون لأمك يا أخدنا آمنة أو لأهل بيتك دور طيب وأثر مبارك في إصلاح ذات البين ربما بين عائلة وأخرى بين أسرة وأخرى بين أقاربكم وأرحامكم أو بين جيرانكم وأصدقائكم والله عز وجل يقول لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصداقة أو معروف أو إصلاح بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بإصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام والله تعالى يعلم كان معاني الأخد عبدالله من سامرة ذكرت رؤية تخص ابنها تقول يعني نراه في رؤية طيبة أكثر من مرة علما أنه لا يصلي ابنها عبدالله أو ابنها الثاني الآخر اللي هو عمر عفوا ابنها عمر تقول نرى وجهه نور نرى في الرؤية أنه يصلي لكن هو عصبي يصرخ علينا يتكلم بصوت عالي لكن نراه يصلي يلبس منابس طيبة نقول يا أخدنا أم عبدالله والله تعالى يعلم هذه الرؤية إن شاء الله تبشر بمستقبل خير لابن عمر وتفاءلي بالخير وصلاة قد تعبر عن الدعاء يعني هو قد يكون لا يصلي لكنه قد يكون من أهل الدعاء أنه يدعو الله عز وجل أن يهديه أن يتوب عليه أن يثبته على دينه أن يستقيم على أمر الله عز وجل وأنا أقول لك لا تنسينه من الدعاء لأنه دعائك أنت ودعاء أبو إلى إن شاء الله ينفع ونحن نسأل الله عز وجل أن يبشرك بما يسرك ويدفع عنك ما يضرك وأن يهدي ابنك عمر إن شاء الله عاجلا غير آجل وأن يكون من أهل الصلاة ومن المحافظين على الصلاة لأن الصلاة هي صلتنا بالله عز وجل الصلاتنا هي حياتنا فإذا استقام الصلاتنا وحافظنا عليها دليل على أننا نعيش من عامين وسعداء في دنيانا وإن شاء الله في آخرتنا لذلك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله يعني ربما ابنك عمر عنده إيجابيات كثيرة أخلاقها ربما طيبة تعامل في الغالب جيد وإن كان عصبي بعض الشيء لكن ينقصه قضية الصلاة ونسأل الله أن يهديه للصلاة إن شاء الله كان معنا الأخ هي الأخة عبدالله تقول أنها رأت زوجة حماها يعني كأنها تمشي في طريق وتتعثر في هذا الطريق مرة من عندها رجل فقالت له لا تقربني فأنا متزوجة أو لا تزحمني في الطريق فأنا متزوجة وكان يمشي وراءها طفل صغير علما أنها متزوجة منذ خمسة عشر سنة ولم ترزق إلى حد الآن ذرية أقول يا أختنا أم عبدالله لهذه المرأة زوجة حماكي يعني كونها تمشي متعثرة في طريق يعني فيه دلالات كثيرة قد يكون من ضمن هذه الدلالات ضعف التزام الإنسان ضعف التزام الإنسان يعني الإنسان إذا رأى نفسه يمشي في طريق مستقيم فهذا يدل إن شاء الله على سراط الله المستقيم إذا أخذ الذات اليمين أو ذات الشمال قد يمشي في سبل الشيطان والسبل هي على اليمين وعلى اليسار من السراط وعلى كل سبيل منها شيطان أو يدل هذا التعثر في الطريق يدل على شيء من المشاكل والمنغصات في حياتها الزوجية وفي حياتها الأسرية وربما بعضها سببها ماذا؟ سببها يعني عدم الإنجاب سببها عدم الإنجاب لكن الولد الذي يمشي وراءها إن شاء الله أن الله عز وجل سيقدر لها بشارات خير الولد فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق عقوب وقال عن زكريا يا زكريا أننا نبشرك بغلام فإذا هي بشارة خير إن شاء الله ربما تكون قريبة أو غير قريبة لكن الطفل كان يمشي وراءها فإن شاء الله هناك بشارة خير في حقها نسأل الله أن تكون عاجلة غير عاجلة وأن تكون ذرية صالحة طيبة ونحن دائما يا أختي أم عبد الله وهذه زوجة حماكي نقول لها ولكل الأخوة المشاهدين ومشاهدات يعني قضية الإنجاب والذرية نحن نأخذ بالأسباب نراجع لطباء نعمل ما نستطيع من الأسباب المشروعة لكن مع ذلك يبقى هذا أمر يعني رزق رباني يقدره الله لمن شاء ويمنعه عن من شاء لحكمة يعلمها الله ونجهلها نحن فينبغي أن نسلم لمراد الله حتى يحقق الله عز وجل لنا مرادنا والله تعالى أعلم تقول أخت أم نور أنها رأت في الرؤية أنها مرة ترى أنها تكتب صورة ياسين ومرة ترى أنها تمشي هي وابنها وابنتها فرأت رجل يلبس ملابس جميلة وكان هيئته حسنة فذكرها بوالدها وقال لها أنا من أقارب أبوك عندما أنه أبوها ميت فبكت لأجل ذلك ثم اقترب منها فقبلها ثم كانت بينها وبينفسي يعني تقول أنه كيف يقبلني وهو يعني رجل أجنبي لكن كان الرابط في ذلك أنه يشبه والدها على العموم يا أخت أم نور يعني هي قراءة سور القرآن الكريم كل سورة لها دلالتها من ضمنها سورة ياسين مثلا جاءت فيها عدة قصص في قصة مثلا يعني الرجل الصالح الذي دعا قومه وكيف أنه ثبت على دين الله عز وجل فسورة ياسين فيها تذكير كثير لكن قراءة الإنسان لها في الرؤية من ضمن التذكير أنه يدعو الله عز وجل ويلجأ إليه في الليل والنهار أن يثبته على الدين الحق وعلى المنهج الحق وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلقاه ولها دلالات أخرى كثيرة هذا الرجل يذكرك بوالدك يعني فيه تذكير لك بأن بر الوالدين لا ينتهي بموتهما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبروا البر أن يصل الرجل أهل ودي أبيه بعد أن يموت هذا والله تعالى أعلم بقطعنا رؤية واحدة إن شاء الله نفسرها في الحلقة القادمة إن قدر الله ويسر لأنه دقاق البرنامج انتهت حتى نلقاكم في ذلك الحين إن قدر الله عز وجل ويسر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة